السلام عليكم ومرحبا بكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة اليوم ان شاء الله جبت لكم البقلاوة الكاذبة ولا بقلاوات الصبلة هاد البقلاوات جي بزاف بنينة محمرة ومقرمشة ان شاء الله تعجبكم هاد الوصفة بعد غياب قصير على القناة ان شاء الله رايحين نرجعوا بقوة مع حلويات رائعة للأفراح للمناسبات والنجاحات بالنسبة لهاد الكيفية مقادرها بسيطة جدا رايحين نبدأوا ان شاء الله بالعجينة اللي نحتاجوا فيها ثلث كيلات تاع الفارينة انا درت هاد الكيلة اللي هي امبول تاع شربة صغير تقدروا تديروا الكيلة يعني تكيلوا بالكس لكن تصغروا اكيد في الحجم تاع سنيوة اللي رايحين طيبوا فيها نحتاجوا بنفس الكيل عندي كيلة تاع سمن وزبطة دايبة انا خيرت سمن حتى تجي فيها ريحة البقلاوة نحتاجوا ايضا حبة بيض نحتاج شوية تاع الفاني والمزهر باش نجمع العجينة ونحتاج بينسيغ القرصة تاع الملح نروحوا مباشرة لطريقة تحضير هاد العجينة نحف امبول رايح ندير اولا الكميات تاع الفارينة نحط لتخوابول تاع الفارين ونحط عليهم قرصة ملح وكمية تاع الفانيليا بالنسبة للفانيلي رايح ندير نص الكمية في العجينة والنص الاخر نخليه للحشو رايحة نخلط ملح النواشف يعني هاد المقادير ناشفه بعدها ندير حفرة في الوسط ونحط الليدام تاعي اللي هو قلت خليط من السمن والزبدة يعني نص بنص تذوبه وتخلوه يبرد تماما رايحة نحط اللقغة تاعي ونخلط باطراف الاصابع لازم منعجنش هنا فقط نبسس ملح الفارينة تاعي بعد ما تبس تمليح الفارينة تاعي رايحة نضيف الحبة تاع البيض ونجمع العجينة بالمزهر يعني تخيرو المزهر يكون نوعية جيدة حتى تجيكم مريحة شباف هاد البقلاو فوالا غير بالعقل رايحة نطمها باطراف الاصابع نضيف المزهر ونطم حتى نتحصل على العجينة تكون طرية اذا كمية المزهر هنا ماهيش محددة يعني على حسب نوعية الفارينة نضيف ونشوف انا درت حوالي خمس ملاعق كبار تاع المزهر فوالا حتى تتشكل لي العجينة فوالا بعد ما تحصلنا على العجينة تكون طرية مشي طرية بزاف يعني شوية شد نجزأ العجينة نجزأ العجينة تاعي على اثنين شوفوا القوام يعني تاع العجينة رهيبان شوية شد روحه يعني مشي طرية بزاف كيمة تعصاب لي شوية ناشفة لتاعصاب لي قسمتها على اثنين رايحة نحطها في بلاستيك غذائي ونخليها ترتاح مدة قصيرة فقط يعني في انتظار نحضر الحشو بالنسبة للحشو عندي بنفس الكيل يعني بنفس البول اللي كيلت به الفارينا ريحة نكيل به الحشو درت زوج كيلات تاع الكوكاو كوكاو محمص ملاح ومطحون لازم تطحنوه شوية خشين كما كم تشوفوا ولازم تحمصوا الكوكاو تاعكم جيدا حتى جيكم الحشو وبنين فوالا اذا زوج كيلات بومبي كما كم تشوفوا يعني معمرين ملاح مع كيلة نقصة اندوى يعني النقصة اصبع فقط جلجلان ايضا محمص الجلجلان ثاني تحمصوا حتى يعطي يضوق الشباب مع الكوكاو كما تقدروا تديروا كامل الكمية يعني بالكوكاو والحشو يعني تخدموه كما تحبوه فوالا عندي ثلث ملاعق كبار تاع الزبدة ذيبة هنا درت الزبدة والسمن كيف كيف وعندي حوالي ثلث ملاعق ايضا تاع المزهر وشوية تاع لاباني فوالا هنا نحضر في الحشو وحطيت الكوكاو اولا بالنسبة للناس اللي ما يحبوش الجلجلان ممكن يديروا فقط الكوكاو ويضيفوا معه شوية بركتا الحلوى الترك رايح يجي ايضا حشو ممتاز هنا رايح نضيف سكر كنت نسيت سكر فقط كمية قليلة تاع السكر حوالي اربع ملاعق اكبر فوالا هنا درت لاباني ودرت الكمية تاع الزبدة رايح نخلط ملح الحشو هنا لازم يكون نفتله يعني كما طعم ما يجيش الحشو تاع البقلاواجا ما يجي عجينو لازم يكون يعني مزربع فوالا كما كم تشوفوا هنا رايح نضيف في السكر اللي كنت نسيته جبته يعني في اللخن درت اربع ملاعق كبار تاع السكر ما تكثروش بزاف السكر في هاد الحشو لانه هاد البقلاواجا تتعسل وما لازمش تجيناه يعني بزاف حلوة كما كم تشوفوا نخلط ونضيف المزهر يعني تضيفوا المزهر حتى يعني يبقى هكا مفتول ما يتشكلش يعني الحشو تاعنا على شكل عجينو بعد ما حضرت الحشو رحت مباشرة العجينة تاعي يعني بلا ما نخليها ترتاح هذه الحاجة المليحة في هاد البقلاواجا يعني تديروها في وقت وجيز هنا بالنسبة للصينية تعيراني نوري لكم في الصينية فيها 29 سنتيمتر على 39 سنتيمتر يعني اللي حب تتنقص الكيل تصغر بينسور في الصينية بواسطة حلال والاستعانة بورق الطه يعني نحل في الجزء الأول تعالى عجينها لازم نحلوه الرقيق نحاولو يعني هذك ورق الطه نقصوه على حسب السنيوة تعنا السويسوة بشكين حلو نحلو مباشرة على ورق الطه وكين حطوه على العجينة على الصينية عفن راح يجي السويسوة بعد ما حليتها كامل كما ترونوا شوفوا الارتفاع يعني تكون رقيقة شوية مش يخشينها بزاف لانه ما فيهاش خميرة يعني ما يشريحات خمر فقط تدي لون شباب وتنتفخ شوية برك يعني مشي بزاف نحطها مباشرة في الصينية تعي بالنسبة للصينية يعني ما تدهنوهاش لانه هذ العجينة راهي معمرة بالبلغاء نحي غير بلعق الورق الطه ينسوي جيدا العجينة تعي قبل ما نحط الحشو فقها بعد ما سويت جيدا الاطراف تاع الصينية نحاولو نطلعو شوية العجينة من الاطراف حتى الحشو يعني ما يلامس الصينية مباشرة يعني تكون العجينة في الاطراف نحط الكوكا وتاعي مع الجلجلن نسويه جيدا بالطراف الاصابع ما نضغطوش ابدا على هذ الحشو حتى يقعد خفيف يعني ما يجينش بزاف مع الجن في الواسط فوالا نسويه جيدا ونروحو مباشرة نحلو الجزء الثاني تاع العجينة ونحطوه مباشرة فوق الحشو فوالا بنفس طريقة نحل الجزء الثاني ودايما بنفس ورقة هي اللي كنت قستو على الصينية يعني نحاول نحلو سوسوة معاه بش يجي بنفس القياس فوالا نحلها نسويها جيدا ونحطها فوق الحشو بعدما نحط العجينة تاعي فوق الحشو ونضغط قاعه في الأطراف يعني نحاول ندخل العجينة الثانية والذي سقها مع العجينة الأولى حكا بش الحشو ننظم نوع ما رحش يتحرق لنا في الأطراف ولا يخرج نضغط مليح ونسوي وغير بالعقل يعني نضي وكامل وقتنا ونحاول نتحفو البقلا وتعنا حتى بعدما تأكد اني ضغط جيدا ويعني سويت مليح الأطراف وريح نأخذ سكين سكين يكون حاد ونقطع ممكن تقطعوها مربعات كما ممكن تقطعوها مستطيلات ولا معينة يعني كل واحدة ريح تقطع الشكل التي تحبها تقدروا تقطعوها حتى مثل ثلاثة وتنقشوها يجي الشكل تحا أيضا بزاف شباب كما كنت رأيت يعني ما عبرت بالمستار ولا حاجة فقط بالموس عيني ميزاني نقطع ندير جزء من هذه البقلاوة مربعات والجزء الآخر نحاول ندير مستطيلة طوال وحتى ندير كل مستطيلة صغر ومستطيلة كبار لا مربعات كما كنت رأيت حاول شوية ندير على شكل مستطيل لكن يكون صغير لا نكبر بزاف الحب لانه يعني لي يكون حب رايح تكون كيف يعني لانه هذه الحلوات تأتي مع صلة وما نقدر ناكل منها كميات كبيرة هنا نقطع بالطول كما رأيت قطعت هنا شوية طوال وجو شوية كبير هذه الحب فعلا بالنسبة لي حب الحلوات يكون الحجم كبير بعد ما كملت كامل قطعتها بالشكل اللي رأني حبعته ندي يعني نقاش نقاش صغير ونبدأ ننقش يعني الشكل اللي تحبو تنقشوه أنا نقشت يعني شكل عادي جدا ندرت علامة زائد وعلامة في تحصلت على هذا الشكل يعني هو شكل شباب ومع الطياب رايح يكون الشكل أحسن هندير معاكم لكن على بالي بلي كل وحدة في كوم رايح تقدر تنقش أكيد كل وحدة والذوق التحاف تزيين هذا الحلوى هنا كما كنت رأيت بعد ما نقشت كامل البقلاوة يبقى لي هذو تعل الأطراف راني ننقش فيهم يعني بنقش مخالف درت هكا دي في وجت يعني شكل تحا أيضا شباب بجت كي سنبولة ويعني عطت منظر في الحقيقة بزاف شباب انتو ما بينزو رايحين تزيينوها حسب ذوق الخاص بعد ما كملت تقدروا تخليها كما راهي أنا جبت اللوز كانوا عندي حبت اللوز بالقشور وزيينت بهم هذو البقلاوة انتو ما كما قلت لكم تقدروا تخلوها هكا بلا ما نظيفو لها ولا اضافة فقط ملاحظة بالنسبة للوز اللي حبت تزيين باللوز تغطص من الاحسن في بيض البيض عفن وتحط اللوز حتى يعني الحبات على اللوز تثبت جيدا في البقلاوة وما تعودش تطير لكم كي تعسلوها هذول صغار درت لهم حبا اللوز ولي جيين طوال حاولت نديلهم مزوج حبات وفعلا جاء شكل تحام بزاف شباب وفي هذل اثناء اكيد الفرن سيسخن على 180 درجة يسخن جيدا قبل ما نحط البقلاوة نحط ها الطيب يعني حوالي تديلنا من 20 حتى 25 دقيقة على بلكم عجينة الصابليم مطول في الفرن فقط تحمروها يعني تعطيو لون الشباب تعرفوا البقلاوة كيف تتحمر وتتعسل يجي لون الحشباب حتى ولو كانت بعجينة الصابلي حمروها من حتى تجيكم بزاف شباب ومن تحت يعني كل واحدة تعرف الفرن تحت كل واحدة تعرف السنيوة تحت يعني حتى تشوفوا الأطرف بدو يتحمر شوية تعرف انها طابت تشعلو لها من الفق وتخلوها تتحمر ظوالا ظوالا الآن نعسلها كما كم تشوفوا العسل بارد وما تضيف له ولا شي ما تضيف له مظهر ولا حاجة أنا قدرت هنا طلت على العسيلة فقط كفيتني لهذا النوع تاع البقلاوة كما كم تشوفوا نعسلوها نخلوها تتشرب شوية فقط ونقطحها معكم تشوفوا إن شاء الله الشكل من الداخل الحاجة المليحة في هذه البقلاوة يعني تشرب بالخف وتقدر تقطعها وهي دافية لا تسنوش حتى تبرد تماما فعلا يجي شكل تحشبة كما كم ترون أنا قسمت لكم وحدة فقط بش تشوفوا الحش وتشوفوا الشكل وطياب تح أيضا من التحت جت بالزفخ خفيفة وقرمشة بالنسبة للناس اللي حبوا البقلاوة تكون فيها هذه القرمشة جت في غيمة أهيلة هذا هو الشكل النهائي تعل البقلاوة بعد مقطعتها كامل هنا المربعات شوفوا كيف شجت مع حبيبة لوز وهنا هذو المستطيلات اللي جوا شوي أكبر وقدرت لهم زوج حبيبة لوز أيضا جال شكل حمراقي ومحمر كما كم شوفو مقرمشة وجي بزف بنينا هذ البقلاوة وانتمنى فقط تجربوها خاصة هذ الوقت يعني وقت المناسبات والأفراح والنجاحات إن شاء الله ربي نجح لنا كامل ولادنا بحول الله هنا نقسم لكم فقط يعني بشتوفوا القرمشة تحمل داخل يعني قسمتها شوية بصعوبة لأنها مقرمشة بزف بزف بنينا هذ البقلاوة إن شاء الله فقط تجربوها وتقولوا لي رأيكم في التعليقات في الآخر نقول لكم استنوني يعني في حلويات الأفراح والمناسبات والنجاحات بحول الله نجدت لكم حلويات رائعة فقط كونوا في الموعد نقول لكم كل عادة نحبكم بزاف اطهال الله لي فروحكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته